موسيقى 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 أفضل 23 الواهاب من زمان من زمان موسيقى فحس ان طلاقتي شوية راحت غير أني لدي فحس ان ستجد موسيقى ستجد صورة حسنا بخلافة موسيقى 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 في الماضي انيويز اليوم بتكلم عن موضوع اه شيق انا كلا اقول كلمة شيق بس مفروض استخدم كلمة ثانية بس موضوع حلو يعني انا تعلمت عنه في الماضي القريب اه وهو يتكون من من نقطتين بتكلم عن cancel culture وبتكلم عن outrage culture شون الفرق بينهم شونو تعريف كل واحد فيهم واذا اهم شي زين ولا شي شين ولا شلون يأثر علينا وشلون انت عاملوا اياه او وشلون ممكن انوا كفة اذا قررنا انه هو شي موزين اوكي first things first definitions cancel culture وهو لما انت يصير في ناس مجموعة في اغلب الاحيان اه طبعا ال concept outrage و cancel culture اغلبهم متعلقين بال social media يلاحظ تواجدهم و ممارسة ال out rage او cancel culture من خلال ال social media اكثر من ما هي بالحياة الطبيعية ال cancel culture هو لما يكون عندك مجموعة معينة خالف رأيي انت قلته او تعارض ما قلته او ما توافق ما قلته او ما تحبه اللي قلته يعني they don't approve of whatever you mentioned on social media او in real life for that matter بس they take it on social media and they gather يتمعون عليك وبعدن all of the sudden they start canceling you اي بما معناه all of the sudden تلاقي مثلا انت فولوورز وائد منك they unfollow you تلاقي عندك وائد ناس كانوا مثلا يطالعون شو عندك او مثلا يوتيوب channel او كانوا يتفاعلون معا مثلا هنقول your twitter they repost ويعني they do all retweet not repost اه all of the sudden you see a big gap there and the reason why is because people collectively have certain beliefs about certain things ولما انت تقول مثلا هالشي مو زينة و تقول شي و يخالف اللي هم يؤمنون فيه وانا ما قيتكلم عن اشياء قانونية و اشياء دينية قيتكلم عن اشياء عادية بالحياة مثلا هم يبددون ينقلبون ضدك وهذا هو cancel culture وتلاقونا وايد يعني بالسوشيال ميديا ضد او ناس او ناس كثيرة يمارس ضدهم مرات يعني it's granted مرات انها الشخص صد مثلا هنقول سوه شي يعني distasteful مثلا بس مرات لا مرات الجمهور او المجموع هذي تكون حساسة زيادة على اللزوم وما يبون اي احد يبطاريهم ويغلط عليهم وينتقدهم وكل هالامور انزل Outrage culture وهو تقريبا نفس الشي بس ان الفرق بينهم هالكلمة هذي Outrage تصف ناس اللي لما انت تقول شي يخالف ما هما يؤمنون فيه او يحبون ان يشوفونه او يحبون ان يمارسونه مو بس ان ان يعطيك ان هزي كانسل يور يصيرون وايد عصبيا فمثال عشان نعطيكم مثال أعود أن أضع أن هذا ليس شيء ديني هذا ليس شيء قانوني هذا ليس مثلاً أنا سويت جريمة هذا شيء أن أنا عندي رأي يخالف رأي هالمجموعة وهالمجموعة تمارس هالأشياء ضدي ألا وهو cancel culture أو outright culture Outright culture يختلف عن cancel culture أن cancel culture they just cancel you they stop communicating or engaging ما يتفاعلون معك ولا يحاولون ويحاولون كثير ما يقدرون يقللون التفاعل اللي يصير معك من الأشخاص الآخرين Outright culture بالعكس يتفاعل معك وبقوة بس يتفاعل معك بعصبية فمثلاً في فريق A و فريق B إذا أنا قلت مثلاً بتويتر أن فريق B ما يعرفون يلعبون مشجع من فريق B اللي ممكن يبي يمارس أو عندها الصفة ممكن يمارسها ضدي يعصب دفعة واحدة ويبتدي يهاجمني عن طريق سوشال ميديا بكل مكان فتلاقي مثلاً كومنتس تكون هاجمني إذا في مثلاً بيوتيوب أو ما أدري إذا بتويتر فيه أو ما فيه سوشال بلاتفورم سوشال بلاتفورم سوشال بلاتفورم ويصير أنه عصبي بطريقة مبالغ فيها لأني أنا قلت رأيه يخالف ما هو يحب أن يظنه أو يؤمن فيه فالاوتريج والكانسل كالتر صاروا عقبات في إدلاء بالآراء المختلفة في السوشال ميديا السوشال ميديا بشكل عام زادت القدرة المجتمعية على على ممارسة تعبير الآراء بشكل سريع وشكل يعني متاح للجميع مثلاً أول خنقول بالسبعينات إذا أنا عندي رأي معين لازم أروح الجريدة لازم مثلاً أقولها حق وايد ناس أروح أكثر من دوانية وأطرح الراي لازم أكون بالتلفزيون أو مثلاً مجلة أو اللي هو على الحين إذا أنا عندي رأي يعني بنفس الدقيقة اللي أنا أطلي فكرة ممكن أما أشاركها الناس اللي حولي والمجتمع اللي حولي فالسوشال ميديا يعني زادت من حرية الرأي وزادت 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 وطبعاً في قوانين تحد من هالأشياء أنا ما قتكلم عن الأشياء اللي تكون فيها مخالفة قانونية أنا قتكلم عن الأشياء يعني صار عندنا إحنا قانون دولة وصار عندنا قانون اجتماعي فهذا الأوتريج والكانسل كالتر هما أدوات تمارس من محبي القانون الاجتماعي طبعاً القانون الاجتماعي يعني مو مكتوب بمكان ولا أنت مجبور أنك تلتزم فيه بس هما شنو إذا أنت مثلاً قل شي مخالف للعامية الاجتماعية أي بما العامية الاجتماعية ما أدري إذا هذي كلمة بس يعني إذا الكل مثلاً يقولنا فريق أي أحسن من فريق بي يعني أنت تقول لا فريق بي أحسن من فريق أي هذا ما لا شغل بالقانون ولا لا شغل بالدين ولا لا شغل بكل هالأشياء هذا لا شغل برأيك بس إذا المجموعة اللي حولك يقولون أنه لا فريق أي أحسن مثلاً هما راح يعني يعاقبونك على ممارسة رأيك اللي هو فريق بي أحسن أنا أصلاً ضيعت المثال ما لي منه أحسن فريق أي ولا بي بس يعني العكس اللي هم عكس إذا أنت تفضل عكس اللي هما يبونه من الطرق اللي هما يعاقبونك فيها اللي هو كانسل كالتر أو أو تريت كالتر فأنت ككرييتر أو كشخص عادي يمارس آراءه من خلال السوشيال ميديا لما تكون لما يحوشك هالشي يعني مثلاً أحد قصب علي أوتريت كالتر استخدمه ضدي أو أحد كانسل كالتر أنا بالمستقبل راح أبتدي لا إرادياً أعدل من التصرفات والأقوال والآراء اللي أدلي فيه المجتمع اللي حولي بشكل إنه يبعدني عن هالممارسة هذي ما بيها تصير ضدي لأنه يعني إيه سلبية سلبية للغاية مرات أصلاً سلبية لدرجة إنه تمتد من إنه أنا أعاقب اجتماعياً إلى تمتد إلى مثلاً معاقبة مالية خصوصاً إذا أنا كنت مثلاً قنقول مثلاً أنا مغني وأبي أبيع تذاكر أو مثلاً أنا ستاند أب كوميديان إذا كل الناس دفع واحدة صار عندهم المعلومة إنه أنا موزين إجتماعياً موزين مو قانونياً وأنا غلطان إجتماعياً بأقوالي وأرائي اللي أدلي فيها ممكن إنه يعني ينتقل الأثر من إنه مثلاً أنا أنا خسرت فولوورز إلا أنا خسرت أذاكر إذا مثلاً ما أقدر أروح يعني أبيع اللي أبيع أو أسوي اللي أسوي بخلاصة هذي هالشغلتين هذي اللي تحد من الارتياح في إدلاء في إدلاء في إدلاء الرأي الاجتماعي عن طريق منصات السوشيل ميديا بشكل عام بس أحياناً يعني تلاقي هالممارسات اللي هي أوترايج وكانسل كالتر تلاقيها بعيداً عن السوشيل ميديا بس الأغلب تكون بالسوشيل ميديا فما أدري إذا هي شيء زين هي شيء شين هي دفنتلي إزا فلتر عشان يعني ما تلاقي مثلاً أكستريمست بس أولسو يعني أنت هل تبي تمنع الأكستريم أبنينز ولا أنت تبي تخليهم لأنه عن طريق إذا كان عندك إذا أنت تخلي كل الأبنينز تتداول فأنت قعد يكالتفيد كالتر تحديد من الناس يتحدث عن كل الأفكار وكل هذه الأشياء أما أنت تحديد أن تحديد أن تحديد الأفكار لقد أدري أن أفكار في الأفكار لا أعتقد أن أفكار في الأفكار في الأفكار في الأفكار يتحدث عن الإجابات من التعبير الحرية فإذا كانت هالأشياء تصير ضدي أنا ما راح أحس أني عندي حرية التعبير لأنك أحس كل ما أقول شي راح أتعاقد على منصات التواصل الاستماعي بس هذا الموضوع اليوم البودكاست راح يرد بقوة بإذن الله أنا كلامي يحس ما راح الارتكليشن كلها راح وايد صعب من زمان ما متكلم بالمايكروفون فس ويتس أكورد anyway I'll see you guys maybe tomorrow I'll start posting every day Oh by the way el podcast is available on Apple Podcasts Spotify YouTube and Instagram in the future we're gonna have it on Amazon once they launch their platform until then I'll see you guys the next episode Yellow boy اشتركوا في القناة